يواصل حاكم ولاية دوادي فراء الفريق آدم عبدالة تونسي جولته داخل الإقليم حيث وقف هذه المرة بمدينة إيربا محافظة إيربا حيث أقض فيها اجتماعاً مع مختلف الإدارين وذلك بحدث تقديم توجيهات تعزيز الأمن والسلام دور منكم ده لازم الناس هنا كله توقوم وتقدم هنا رسالة عن تأيش السلم وفي إطار جولته داخل محافظة إيربا وصل والي ولاد ودي فراء عدم عبدالة تونسي بمدينة تينة جغربة التي تقع في شريطة الحدودية مع دولة السودان وفيها قام بزيارة شملت كل من مكتب الجماريك والسوق الماشية وقائد الدرك الوطني وذلك بحدث كيفية دخل إرادة الدولة كما حصاهم عن شفافية الأمل وأدم تصيب إرادة الدولة ومضائفة الجهود بسطورة مطلوبة وختم الوالي جولته من المستشفى بمدينة تينة جغربة على قيد التشهيد ليتعكد كيفية سير الأمل حيث شرح المهندس أن الأمل يجري على قدم والساقة اشتركوا في القناة